السلام عليكم. عاملين ايه? يلا بنا. ده الفيديو رقم ثلاثة. بالنبوزة برقم ثلاثة. سنوية عامة دور اول. اول دفعة. نظام جديد. سمي الله كده وتعالى نبدأ مع بعض وعايز افتركز او 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 في الامتحان ده. وتبدأ بقى تشوف الراجل بيفكر في ايه? في كل امتحاناته. وللأسف احنا عندنا بقى حاجة غريبة او في امتحانات الاحياء. ان احنا امتحانات الدور التانية لما نجي ناخدها في الفيديو الجديد ان شاء الله دور التاني الفين واحد وعشرين. هتلاقي ان الدور التاني اصعب بالدور الاول. يعني مسلا لو صعوبة الامتحان ده سمعين في المية. الدور التانية كانت صعوبة تسعين في المية. وانت هتلاعز ده في في الفيديو الجديد ان شاء الله او في الامتحان الجاي. فركز نحية عوي 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 علشان يشوف راجل بيفكر ازاي. حتى ولو كانت الاسئلة دي تقالت لك قبل كده. انا ليه بقى او الهلك من عرضه علشان تأكد عليها وتفكر صح زي ما هو عايزك تفكر. بمعنى ما تشكتش نفسك بقى سيلا غريب انا عايز الاسئلة دي عشان تبقى عارف ان ايه اللي ممكن بلاها يجيبك. تمام? يلا بينا بسم الله وتعالى البنبض. الشاف اللازي عبابك يوضح حدوث عملية تعقيم جراحي في الجئاز التناسلين الانس. اي الاشكال البالية تعبر عن التغيرات التي تحدث في بطانة الراحة. عند هذه الانسة بعد العملية. والله استاذ الانسة عملت عملية عمل التعقيب. وخلي بالك السؤال ده كان موجود في الامتحانات التجربية. فايزا للراجل في افكار ممكن يكرر. الانسة هاني احنا جينا لما تبقى مبيض بتاعها. لأ يا عامل. مبيض بتاعها زي الفل وسليم وفوش حاجة. اذا يا استاذ. لما يجي اختار في بطالة الراحة. انا هختار بطالة راحة طبيعية جدا. جدا. بمعنى الف دي مش نفهم. ان الف دي وليلة. وجيم برضو كلها عالية. ومتخبطة ومعنديش حاجة بالرسمة دي. دي صح ليه? لانها كانت اوليلة في الخمس ايام بطوعة الطمس. وبعد الطمس بطانة الراحة زادت وبعد كده هتقل. ده ايه صح? طب ليه ما اختارتش دي? اصلا في اليوم الخمس بطانة الراحة ما كانتش عالية اقوى كن. ده في اليوم الخمس ده استاذ كانت البطانة بلايلة جدا. وبتبدأ تزيد في اليوم التمانية وعشرين. وهنا بقى ماليلة في اليوم التمانية وعشرين. فبالتالي اللي جابة به لانها قلصة طبيعية جدا في حوار الطمس ده. وتعنا ندخل ع السؤال رقم اتنين. الشكل بين المقابل يوضح تطور القدرة البناعية لأحد خلايا الدم البيضاء ولا تبثل معظم الخلال الانفاوية. اين اتعدس المرحلة رقم اتنين? طيب. في المرحلة الرقم الواحد ما كانش فيه قدرة خالص. المرحلة رقم اتنين القدرة زادت. ازا الاستاذ الا تميزت. نضبط. هو رابط بيقول لأحدى خلايا الدم البيضاء والتي تبثل معظم الخلال الانفاوية. معظم الخلال الانفاوية يوصد بها الخلال التاقية. والتاقية علشان تتبقى لها قدرة مناعية. وطندق كان بتندق في الغندة التيموسية. وعليه الاجابة هتكون قنف. وتعنا ندخل ع السؤال الرقم الثلاثة. الراسة بالتالي يوضح بعض مراحلة تقاصر في الوعين مختلفين من الكائنات. وانا مغمد يا استاذ اللي فوق داس بايروجيرا. ليه استاذ بتقول كده. لان ارى والله استاذ شايف الخط بتكون وكان فيه زي جزبور وجدار ساميك وظروف غير مناسبة. واللي تحت ده استاذ كانت اميبة. عن طريق الانشطار السنائي المتكرر. لانها استاذ ما طلعتش الاميبات الجديدة الا لما الظروف اتحسنت. فما الرقم او الارقام التي تشير الى حدوث اختزال. يعني الرابط بيقول لك امتى حصل الانقسام الميوز. والله استاذ في المرحلة ده هيك. ممكن ديقول فيها القسام ميوزي. والله ممكن دي كبان ما تكونش اميبة. ده دية كبان نقدر نقول عليها. طب تعال نشوف الاجابات. وعلى ساعتها نقول هي دي اميبة ولا لأ. لان دي ممكن تكون كيس البيض. وده كان الطور الحركي. ودي الجرسيم اللي ترعى او اللي سبوروزيتات في الميلاريا. فتعالا نشوفوا الرجل من دين الاختيارات فيها ايه. طبعا امتى حصل انقسام ميوزي? وانا مغمض الاجابة فيها واحد. ازا اجابتي دي ودي. هلو الكلام كده? طيب. حما هدو اربعة? والله استاذ لا اربعة ديت هو ممكن تكون حصل ميوزي لو كانت ميلاريا. ولكن اميبة او ميلاريا في رقم اربعة ديت كنوا بستنين الظروف تبقى تتحسن علشان تنفجر. فبالتالي استاذ ولا بمض هتكون الاجابة به. لازال سؤال زي ده ممكن من خلال الرسم بتختار الاتنين دولة والاتنين دول يمشي. حتى ولو بالرغم ان ده مش شكل الطور الحرقي. ولكن ممكن عنقول ان ده بايوزي وحصل واندانيك صبيض وعا كزا. لانه برضو بيتكسر بالجرسين وفيه غلاف سميك. ولكن انا ليه بقى وقفت? وقلت ممكن تبقى دي او ديت. على حسب الاختيارات. فالراجل لما يجيب لك اختيار هو الراجل لو كان كاتب واحد بترتك بتخترته. تمام? ولكن الراجل ما جابش كده. راجل قال لي واحد واربعة. واربعة طبعا مش مقايب ميوزي. فاخترت واحد بس. بتاعنا ندخل على السؤال الرقم اربعة. السؤال رقم اربعة هترى راجل بيهوه. ادرس الناس من المقابلة زيوضة هتتقاصر للجنس الاحد الكائنات الحية وحيدة الخليج. كائن حي وحيد الخليج ودي شكله. استأنتج منها واجه الشبع بين طريقتين واحد واثنين. الفرد لابه والافراد جديدة. هنا اداني فردين. هنا اداني افراد كتيرة قوي. الظروف البيئية لهم. والله استاذ هنا الظروف البيئية وحشة عشان كنا اطلع اتنية. وهنا الظروف البيئية حلوة فاطلع كتير. او كروا حتين يقول لك لا ده هنا اطلع كتير عشان ظروف غير مناسبة زي الاميبة. وهنا اطلع اتنين بس. فبالتالي ده مش واجه شبه من الاخر يعني. حجم الخلايا الناتجة. حجم الخلايا مختلف عن بعضه. فديب وانده لأ. عدد الخلايا طبعا مختلفة. الان اجابة ده. ان عدد الخلايا اللي طلع من هنا. او خمسة. ادرس المخططة المقابلة سوضح النسب المعوية الانواع خلايا الدم البيضاء بدم الانسان. واحدد ايه الرمز اللي يدل على خلايا يرتبط عملها بوجود المتممات. متممات يا استاذ يا بانت متكلمنا على خلايا بعين. يلا بينا يا عم. دال والله بسم الله الرحمن الرحيم خلايا دم بيضاء. ماشي. هي خلايا الانفاوية. وتعالا بقى استاذ نجيم بقى البيانات. جيم اصغر واحدة تبقى ديه النكاة. البه نص ونص اكبر شوية. والالف كبيرة خالص. اذا الالف تاعية والبه باقية. اذا انا اختار الاجابة به. اللي هو الرجل مختارة في الاجابة دان. وتعالا ادخل على السؤال رقم ستة. السؤال رقم ستة رجل بيقولك اي من العمليات التالية تتوقف عند امرأة تتناول اقراص حبوب مناء الحمل. بتتناول حبوب مناء الحمل. عايزين عاملها من العمليات دي توقف. حبوب مناء الحمل يا باشا كان فاها هربونات صناعية. عشان نضحك على الجسم الانسة كأنها حامل. فكان بتزود نزمة البروجسترون عندها. فبالتالي الانسة ما بتعملش بويضات. ما بتطلعش بويضات. اذا ما ده ما بتطلعش بويضات. ايه الحاجة من دي اللي تحصل? طبعا هربون النمو ده اي هابد الراجل مكمل به جاباته. انو مع بطانة الرحم اعتنوا بطانة الرحم عادي وكل حاجة. فدي لا تتوقف. حلولنا عن نوقف الطبويت. تكوين الجسم الاصفر طبعا هو اللي مش هيتكون لانه مش هيتكون قبلها حويصلة تسمى حويصلة جراف. لانها قتلت احنا بحكينا على جسمها كأنها حامل فبالتالي مش هتطلع بويضات. ولو ما فيش بويضة يبقى ما فيش حويصلة جراف. ولو ما فيش حويصلة جراف. يبقى ما فيش جسم الاصفر. فبالتالي ده هي توقف. فبالتالي الايجابة تكون قيم ولكن حدوص الطمس دي حسن خالص لما عادي ما مشكلة بتاخد كبوب من الحم. وتعالى ادخل عالسؤال رقم سبعة. الرسم البيان المقابل يوضح تركيز بعض الهربولات لدى انسى خلال تمانية وعشرين يوم حدد ما زى يحدث في حالة وصول الحيوانات المنوية في بداية الفترة صاد. الحيوانات المنوية يا استاذ وهي موجودة في بداية الفترة صاد. والله الفترة صاد ما بدل الخمسة والخمسطاشر. وهنا استاذ ال 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 اتش زاد هنا يعني ممكن نقول هنا هو يا استاذ البويضة اكتونت. اذا ليه ممكن نقول عليها يوم عاشر. ممكن نقول عليها يوم حداشر. والله ممكن يحصل اخصاب وممكن ما يحصلش. تعالى اصلا مشوف الاجابات فيها ايه. لان انا هنا استاذ لو الانسى طلعت البويضة في اليوم ال الاربعتاشر ان تعرف ان الحيوانات المنوية بتقعد من يومين لتلاتة. فممكن تلحق البويضة ويحصل عبالية اخصاب. فتعالى بس منبسط. حدوث اندماج للامشاك. في المرحلة صد. هو ليه دا بيقول ليه دا صد. مفيش عصلا لسه بويضة طلعت. فدي غمط. افراز الهالويورنيز يا عام البويضة هتطلع عند النقطة دي مش عند صاد. فديه مرضو لأ. عدم حدوث اندماج بحدوث مقصام ميوزي تاني للبويضة. طب انا اخترح اجي مولدان. بس يا استاذ. من الرأس طيب باعي كده ومن الاجابات اللي انا شايفة ديت. ان صاد ديت قبل الطبيعي بتاع البويضة فبالتالي مش هتلحقها فانا كمان هستمع عندها. تقول لي يا عام طب ما ممكن زي ما قلت في الاول. اقول لك اه. بس هنا من الاجابات ده هي. طب من الشكل ده. بيقول لك يا استاذ ما زاعدوا سيحانة وصول الى قناة فالب. في بداية الفترة صاد. وقال لك كمان ويديني اجابة حلوة او انها مش هيحصل الاندماج. دي الاجابة الاصح. كنت ممكن اختار ده. ممكن. لو ما فيش غيرها. ونقول انه هو حيوان الملو السريع اللي هو كان بيشيل ويل حقها. ولكن الاستاذ بما انه جايف لجين. وبيقول لك يا باشا ده مش هيحصل الاندماج. دي الاجابة الاصح. اش معنى? لان دي الاستاذ بنسميها بقى. بالمنظر ده كده بنسميها فترة الامان. هو كان المفروض يجيب صاد قبلها شوية. بحيث لات الابعيد عن الخمستاشر او الاربعتاشر. ولكن دي فترة امان. الفويضة لسا مطلقتش في الحرارات الملوية مش هتندمج معها. فتبقى الاجابة جين. وتعلا ندخل على السؤال رقم تمانية. اجلس المخطرة لازي يوضح مراحل لتكوين لمشاب المذكرة في النبات. والله ايه? هنا حبوب النقاح هتتكون. فمن اثنين لون لنون حصلت عملية. وانا مغمض مايوزي عام. ما ما فقاش كلام. ومن نون لنون. ومن نون لحبة لقاع. والله استاذ مايوزي انداني هنا لو انتش فاكرة فكرك اربع جرسين. كل جرسومة استاذ فيها نواة. والنواة ده ايه يا استاذ? بيحصل جواه وكسامة يتوزي يجي النواة عشان تبقيني نواتين. فتبقيني حبة لقاع. رايب انك ايه الغرض من العملية رقم اثنين. اختزان المادة الصبغية لا. تضعف المادة الصبغية برضو لا. هاقف بعد اخط. وهاقف بعد اخط. دال تقلص حبة اللقاح لحمايتها في العملية رقم ثلاثة. علشان تبقى حبة لقاح عليها جناف سميك من بره كده وعشان يحميه. اخر عملية. ازان يا استاذ دال كنت اختار لها رقم تلاتة. انما هنا يا استاذ هتلقص من كسام ما يتوزي للنواة. علشان يتبقى عندي نواتين. واحد اسمها نواة مولدة. والتانية اسمها نواة انبوبية. وبالتالي يا استاذ تكون حبة اللقاح جاهزة. تعالى دخل على سؤال رقم تسعة. سؤال رقم تسعة رامل جايب لجسم المضاد. وبيقول لك لاعز الشكل المقابل الازي يوضح احد شقاي الجسم المضاد. وتعرف عالتراكيب سين وصد وعين وقلم. ثم محدد الرمز اللي يميز هزا اللي هو من الاجسام عن بقية الجنوب يوليدات. استاذ في حاجات ستة وحاجات متغيرة. ثابت ثابت ثابت. من المتغير سين اللي اجابة قاله. اذا انت ما راح تشتغير السؤال يا استاذ. يا عمب اغا رابل بيقول لك ايه اللي يميز ده عن الباقي. كل الاجسام المضادة متشابهة في الاجزاء الستة. ولكن كلها مختلف على حسب الجزء المتغير اللي بيمسك فيه الانتجين على حسب الشكل اللي يمسك فيه. فبالتالي اللي جابة الكنسين كان لدخل على السؤال رقم عشر. ادرس الاشكال التانية تتوضح عدد من دل اشرطة في الحمد النووي. ثم محدد. ايه الشريطان اللي يمكن استخدامه ضمن. في بناء لو لا بدين ايه. انا عايز الشريطين يقفوا وصاب بعض ويعملوا لي لو لا بدين ايه. يعني يا استاذ لو دولة قاضي لو دي احنا حلقتين حلقة حلقتين حلقتين. يبقى اصدهم حلقة. حلقتين حلقة حلقة. وهكذا. طيب تعال نشوف التزوجات اللي الراجل من تهات. الراجل بيقول لي شوف التزوج واحد وثانة. واحد. حلقتين وصدها حلقة. حلقة وصدها حلقتين. حلقتين وصدها حلقة. حلقتين وصدها حلقة. ده زي الفل. ده القواعد الناترجينية كلها اصاب بعض وهتمسك في بعضها. وده في اتجاه من ثلاثة لخمسة. وده في اتجاه من خمسة لتلاتة من تحت الفوق يعني اوصل ده في الوقت المعاكس استاذ الاجابة الف صح. تقول انت متأكد? اقول لك اعف. طب ما تيجي نختار اي واحد تاني ونشوفه هيمشي ولا لأ. تعالي نختار اللي بعدها. واحد واربعة. ادي واحد واربعة. حلقتين حلقة. صح. حلقة حلقة. غلط. اتنين وثلاتة. حلقة حلقة. غلط. اتنين واربعة. حلقة حلقة. شكرا. الاجابة الف زي ما اخترناها في الاول. تعالي استاذ ندخل على السؤال رقم خد عشر. الشكل المقابل ايا من ما يوجد في مستوى المناعة سي فقط. خلاب افتيرية خط ادفاع اول. خط ادفاع تاني مناعة خلطية. مناعة خلوية. وده كل استاذ خط ادفاع رقم تلاتة. صح كده? طيب. عايزين حاجة موجودة في الخلطية بس. مش انت هتفكر بعيدة. مش هتفكر اصلا. اجابة اجسام مضبدة علشان الخلايا الباقية. اي مكانات التلاتة تعطي نتائج تختلف عام ما توصلت لها فرانكلين. عند استخدام تقنية حيود اشعة هيكس. عايزين حاجة من الحاجات ده ايه? تختلف عن ان فرانكلين وصلت. فيروسات رقمات البكتيريا. جواها دي ان ايه? وده اصلا اللي فرانكلين اشتغلت عليه فليسها. باكتيريا باردو دي ان ايه? باردو فرانكلين لما اشتغلت اشتغلت على حاجة مادتها ورصية دي ان ايه? باردو دي ان ايه? الا فيروسات الاطفان ار ان ايه? وده اللي فرانكلين مخدتوش اصلا عشان تشتغل به. فبالتالي دي هتكون اللي جابها الغلط على دخل ع السؤال رقم 13. السؤال رقم 13 الراجل في او. ازا عليمت عند الكروموسوم يتكون من كروباتيد واحد قبل التضاعف وبعد التضاعف اتنين. يعني ده او استاس كده مادام ده او يتكون ازا تحصله تضاعف. ومادام ده او بالشكل كده كده ما حصلنوش تضاعف. ولكن ده اسم كروموسوم وده اسم كروموسوم. خلي بالك. ما الذي يمكن استنتاجه من الرسم? تحتوي الخليتين على نفس كمية الدين ايه? انا لو اسمت الشكل ده نصين. هلاني كمية الدين ايه 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 اكتر من ايه? عشان دولت اربع كروماتيدات ودول تلاتة فدي غرب. مش نفس. من المفروض يختلف وانبع. تحتوي الخليتين على نفس عدد الكروموسومات? لا. معين دول اتنين ودول اتنين بس فيهم واحد وحادي فمش نفس العدد. علشان حتى لما نيجي نفس الكلام ده بعد كده مش هيديني نفس العدد بعد كده يعني كراتيجة. حدوث تضاعف للمحتوى الجيني قبل الانقصام. اه بس التضاعف فيه مشكلة. لانه لما ضعيتت ده ما اضعتش معاها. طب بص على دان كده. حصل خنا. انا كنت ممكن اختارك ديه مخلبان. ولكن المشكلة انه ده الاصح ليه? لانه عند كروموسوم فيه مشكلة. ما هو بايد من الراس وان الكروموسوم ده مش زي البايد. فالعجابة انا صحها هبكون دان. وتعال لدخل ع السؤال رقم 14. سؤال رقم 14 رابيل بيقولك ياواني شخص ما من قلم شديد في منطقة الفقرات القطنية. في الجزء اللي تحت ده. مما يؤثر على الاعصاب اللي تتحكم في حركة الطرف السفن. في بعض الناس عندهم مشكلة او استاذ في منطقة الورك والفاخد ده. ما بيعرفوش يحركهم رجليهم او ما بيبينبوا موجوعين بسبب ان الاقراس الغضروفية اللي ما بين الفقرات مضغوطة. فبالتالي مضغطة دي متأثر على الاعصاب اللي موصلة للجسد ما بيعرفوش يتحرك. او ما بيعرفوش عدغ لما يبوا فردين رجليهم. حلو الكلام? طيب ماشي مفيش مشكلة. رأي انا بقى بيقولك ايه? ما سبب هزي الحالة? نقص كمية الزلالة بين الفقرات. غياب النتوء المفصال الخلف. تاكنوا الغضروف. اه. فبالتالي الفقرات بقت بتضغط على الاعصاب. فالغضروف يا استاذ ما عادش قادر يستكمل. فلما الفقرات بتضغط عليه الاعصاب اللي راح لكل الجسم بتتأثر فبيبقى فيه الام. ودي اصح اجابة. متعلن ندخل ع السؤال 15. ما المحلولة الذي يمكن ان المزارع يستخدامه لتنشيط نمو الجزورة على عقل نبات بسر. او القصر. مش هتفرق. طيب. نهي التورجين سائل. ملوش اي دعو خلص بحتة النبو. خالص. اندول حمد يخليك طبعا. وانا مغمض. تمشي. لبن جوز الهند صح. بس الراجل يا استاذ قال لي انا عايز محلول ممكن احطه في لبن جوز الهند. ولكن لما يبقى فيه زراعة انسجة. وانا ما جامعيش سينة زراعة الانسجة خالص. يعني السؤال ده لما رزل كان فيه خنة للنفئة او كان فيه جدال ان الناس بتقولي الاجابة جيه. والله عندهم حد. بس ناس حالة واحدة يا استاذ ده. فين الحاجة اللي تدولي على ان ده زراعة انسجة. فبالتالي لابن جوز الهند انا هستبعيضها بصراحة. حمد النيتروز طبعا لا. فبالتالي يا استاذ ده هترق عندهم حمد نخليك ودي اصحة اجابة فيهم. وتعالى ندخل على السؤال رقم 16. نجاجة للمقابل بي نتيجة تحليل تنى اجرامة لازي يمكن استنتاج. والله يا استاذ الـ H علي اقوي اقوي اقوي. طب الخلل موجود فين? والله تعالى بنبص على اجابات. طبعا لو بش فاكر افكرك الـ TSH كان بيفرز من النخمية. والسيروكسين يا استاذ كان بيفرز من الضرقية. وكان فيه حاجة هنا اسمها تغذية رجعة. ان لو حاجة زادت التانية تكون قليل. ده في الحالة الطبعية. يعني استاذ لو السيروكسين عالي فالـ TSH يكون قليل. ولو TSH يكون عالي فبالتالي السيروكسين المفروض كان نسبته قليل. بس الاتنين عليين هنا. هل الغضة الغضة الدرقية فيها خلا. تقول لي اه بل الغضة الدرقية عم بمطلعة بنسبة كبيرة جدا السيروكسية. اقول لك استننا. هي الدرقية دي بتشتغل لما يجيلها من? TSH? وانا TSH عند عالي. فطبعا لما في TSH كتير يروح للدرقية. الدرقية تسمع الكلام وتعلم. اذا الدرقية هنا صمعا وطاعة. يعني الدرقية هنا سليمة. وما طب الدرقية هنا سليمة. اذا الاستاذ ما يبقاش فيها خلا. تاني عرفت من يل انها سليمة علشان السيروكسين بتاعها علة. علفتم اي نائه. اقول لها ع Dana såni dir المخامية عمالها تبعت لها تبعت لها تبعت لها تبعت لها. والسيروكسين عشان هي يا طبيعية بتسمع الكلام. حاضر حاضر انا هاب فريز ناج هاب فريز ناج هاب فريز ناج هاب. طيب ماشي. زيادة نسبة اليود في الغذاء كان ساعتها TSH وي sevenone ya Lawrence. كان ساعتها كان السيروكسين بس اللي يكون عالي. فبالتاني othersdeas يقرس الجزء الغندي الجزء الغندي الفيها خلل فبالتالي TSH طيب هل الدركية فاها خلل معاها حرجع لنفس الإجابة يا عم مشي الدركية سمعت الكلام وعينت معاها اه اذا الدركية بفعاش حاجة والنخمية اللى فيها الخلل فبالتالى الإجابة جيلا لان دا ما تنفعش علشان النخمية مش طبيعيه لانها بتفرز TSH تعالى ندخل على السؤال اللى بعد سؤال رهم 17 هاي العبارات تصف أبحاث كروت بيرنر بشكل صحيح الكبد يفرز العصارة الصفراوية في القنون الهدمين صح للكبد دور في المحافظة على نسبة السكر في الدم هنا أستاذة تقول لي عشان الجليكوجين وبتاعه كلام مخترق له زي الفل و تمام بس كروت بيرنر مدخليش في التفاصيل دي أود تمام؟ فأنا هستبعد ذا الكبد غدى لا قنوين لا هبنقول على مشتركة على كلامه لأنه كان زي تفرز داخله زي تفرز خارجي للعصارة الصفراوية دور في غضو الدغون صح قال له أنا اختار دان ولا ألف أقول لك دان صح بس كروت بيرنر مدخليش عليها حاجة الإجابة هتبقى ألف و دي أصح إجابة منهم السؤال ده برضو لما نزل كان في ألع شديد و أنا كده ببساطة جديدة جدا هختار ألف عشان هو قال لي يا أستاذ ان هو بيعمل افرق خارجي للعصارة الصفراوية و دا اللي هو قاله و دا دليله لما قالك انها بتفرز في القناة الهضلية و عليها اختار الإجابة ألف وتعالى ندخل على السؤال رقم 18 أمامك ثورة أحد الصبغيات في الطور الإستوية أثناء الانقسام بان نوع البروتينات التي لها دور في وجود هذا الصبغي بهذا الشكل لو كانت تبقى لك الصبغي شكل مش متضبط بما ان الصبغي وهو بيحصل له عملية تكسيف شكله مش مظبوط إذا نفيت فيه بروتينات هستونية اللي كانت بتقلل عشر مرات اللي كانت الأرجينين والليسيين دا كمان يا أستاذ كان فيه بروتينات غير هستونية وتركيبية كانت بتصغر الشكل والشكل في مشكلة يعني يا أستاذ من الآخر الشكل ده هو توظيفة حكتين هستوني وغير هستوني تركيبي إجابتي بين لأن الخلل فيه ومخل الشكل كده اه وتعالى ده خلاص سؤال 19 حبلت المرأة في توأم متباسم أي الصور تدل في حالة المبيضين عند تلك المرأة خلال الشهور الثلاثة الأول هو يعني يا أستاذ توقع متباسم يعني بويضة واحدة بحيوم بانا هو واحد أستاذ يعني ببيض واحد انت حيوم بانا هو واحد قال له مخترتش جيم ليه مخترتش دل مهليه بيه وجيم غير متباسم وتنفع ولكن يا أستاذ دال ده محصلش حاجة في طالس ده ميفعش يبقى فيه حمل إذا لو قال لي غير متباسم به تمشي وجيم تمشي طب لو قال لي متباسم إجابتي هتكون أنف وتعالى ندخل على السؤال 20 ادرس المخاطط اللي يمثل ثلاث هرمولات سين وصاد وعين على أجزاء مختلفة في جسم الإنسان حد دي هي الغدد اللي تفرص صاد وعين على الترتيب صاد وعين على الترتيب عايزين صاد وعايزين عين صاد ضربات قلب بإيتي بي وزني جسم ودرجة حرارة صيروكسين ونغمت لا فقاش كلام دي خالص يعني ايه يؤثر على الكبد إنتاج إيتي بي يؤثر على الوزن طب أنا هقول لك أنا مش عارف هو إيه هقف واختار يأنف يا بيه طبعاً ماذا أجابتي يا أم قال ليش يا بيه عشان بدأ بدركية أستاذ يؤثر على وظائف الكبد حين هو مديني جارات دركية أستاذ يا جارات الدركية لها دعوة بالكبد خالص أقول له لا ملاش دعوة خالص بالكبد أستاذ إيجابتي هتكون قلب وساعات يكون دعوه بن كرياس ايش معنى؟ لأن البن كرياس هناخد منه أستاذ الأنسولين اللي هيساعدني في إنتاج الاتي بيه واللي هاخد منه الأنسولين علشان يعني يخلي إذا كان الأنسولين ياخد السكر ويحاوله الدول فيأثر على الوزن ويأثر على الكبد إذا كان ينديله جولوكوز ويحاوله الجوليكوجين ويحاوله الجولوكوز لو كان جولوكاجون خلاص الكلام ألف أصحي من به طبعا ندخل على السؤال رقم 21 أي عشر الحملة يبدأ خلالها تكوين المفاصل اللي فيه لجمجمة الجنين الجنين هي أستاذه وهو بيتكون عضله مفاصل اللي فيه يعني عضله عضله ده أستاذ جوا الجمجمة تبدأ تتكون إمتى؟ أستاذ مش مرحلة قولة خالص والأخيرة بيكون اكتمن أستاذ الإجابة الإجابة هتكون المرحلة الخامسة أو يعني اللي هو الشهر الخامس اللي هو المرحلة رقم 2 اللي تبدأ من الشهر الرابع للشهر السادس الشهر رقم 22 الرجل بيقولك أي مما يجب أن يتوافر في الأزهار التي تلقح بالرياح خلطية بالرياح وخلطية إذن الرياح يا أستاذ هتجي عليها لازم المياسم تكون ريشية لازجة ولازم تكون الموتوك مدلاه يعني بصل تحت عشان أي شوية يتهوى يفتح في الموتوك وباللقاح تجري تبص على المياسم الرشية اللي زوجة اللي في المياسم تمسك بحبوب اللقاح حبوب اللقاح كتيرة حبيبة الوزن صح مياسم مغطة ببتلات تماما غلط بتلات زاهية غلط دي ودي حشرات مستوى المياسم أقل من مستوى الموتوك حقف بقى عندي بألف ودان رأيك إيه نختار ألف ولا دان والله العظيم بدون ما تفكر اللي إجابة قالت أستاذ المقول أنت وقفت عندي دان ليه ما قررني جايب لك إجابة لك شو متفكر فيه ما ممكن واحد في اللجنة حنحط لفسي مكانك دلوقت طب لو المياسم قليلة ما ممكن الرياح تجيبها فالموتوك ممعرفش إيه يا حبيبي دا توقيه ذاتي دال دهية توقيه ذاتي وانا هنا إلا خلطي وإلا كرياح هتقول دي تمشي إزاي والله العظيم فلاس بتفكر كده ملط صعب على نفسك الدين يا ليه إجابتي وانا مغمت أخد الأسهل الأصح فيه إجابة واضحة كاملة قدامي بتقولي أنا أغف أنا الإجابة ليه بقى أروح أدوخ لفسي وأبص هنا وأعمل نا طبعا إجابتي هتكون ألف وتعالى ندخل على السؤال الرقم 23 سؤال الرقم 23 الرجل بيقولك الشكل المقابل يوضح تركيب قطع عضلية والله أستاذ اللي أنا شايفه كده واحد خيوط أكتيل علشان خيوط رفيعة واتنين خيوط ميوسين علشان خيوط سميكة يلا بينافاش ما واجه الشبح قدرتهم على الحركة أسنان الانكباط الميوسين ما بيتحركش ألف بازو سلام تواجدهم بجميع العنوان الملساة لا يتركبان من نفس الوحدة البنائية صح وهنا يوصد بها البروتين لأنهم اللي قد عبارة عن خيوط البروتينية تعالى ندخل يا أستاذ على السؤال رقب 24 الرسم اللي زي عمامك يوضح مجموعة من العمليات الحيوية التي تتم بداخل أحد الخلايا ولقاء يقوم الحمض النووي بإنتكسين لابد أن يقوم بعمليتين متتاليتين استنتج العمليات والله كان فيه دي النية طلع لشفيت واحد RNA إذا العملية رقب واحد تسمى عملية نسخ والRNA الداني أحمد عمليات جنب بعضها إذا العملية التانية عمليات ترجمة إذا نعيز نسخ وترجمة إذا جابتي هتكون جيم وتعالى ندخل يلا على السؤال رقم 25 الشكل المقابل يوضح أحد مراحل المناعة المكتسب خلية عندها مادة إيه مادة ألف آسف راحت اللي خلية تانية مصابة وجوها عنا واو والمادة ديت ممكن تبقى سنون أو بيرو فورن والراجل خلي بالك وتعالى بنشوف نختار إيه أستاذ بما أن دي تي سي فالتي سيعة أستاذ عشان تدخل المادة ألف داخل الخلية البيرو فورن يمشي عشان هيسقب الخلية ديت وده اللي تمشي على سنة السموم اللي بفوائل بتفرز من التي سيعة تدخل جوة الخلية أنا أقول لك أختار إيه وانا مش هما ميلي ده عارف ليه؟ أصل السهم دخل لجوة ده معناه ان البيرو فورن انتج وثقب وكده المادة اللي دخلك لجوة عشان تباوت الخلية المصابة يا السموم يعني انت عايز تقولي ان فيه قبل المرحلة ده ايه او قبل الرسمة ده ايه فقوب اتكونت بسبب بيرو فورن عارف امش انا والسهم بتاقى عامل كده وسكت والله العظيم كنت اخترت البيرو فورن ليه؟ عشان نقولك ان المادة دي هتشتغل على الجشاء وتثقبه ولكن المادة اللي معي دخلت جوة واللي كانت بتفرزها الخلية تي سي وبتقدر تدخل جوة الخلية كانت السموم وعليها اختار اللي يجابها دان وتعالى تدخل على السؤال ستة وعشرين اذا كانت النسبة المعوية في الشريط كالتالي كذا وكذا وكذا ما القاعدة الليتروجينية التي يجب ان تتواجد بنسبة تلاتين لانتاج الشريط اللي يتكاب الايه وصدها تيه الجي اصدها سي السي اصدها جي التي اصدها ايه؟ ما اللي المفروض تتكون بنسبة تلاتين في المية وعلى الشريط المقابل التيب تلاتين صح؟ ينبال ايه هو اللي اصدها على طول علشان تبقى بتلاتين تبقى الاجابة سؤال بسيط جدا تعالى لدخل على السؤال سبعة وعشرين لاحظ مزارع نموه بعض السمار اكبر من الطبيعي ما السبب اللي نحتمل استاذ الدنيا اتضمرت يعني الجين فضل يتكرر يتكرر والهرمولات زادت فبالتاني المادة الوراسية ضعفة اتنين لون تلاتة لولار اربعة لون خمسة لون ستة لون ده كد عندك لحد اتناشر وستاشر لون اخطر ايه؟ اخطر الاجابة جي من عمان اقولك تكرار عمان ازود اتنين لولار اربعة لون تمانية لون ازا الجينات تزيد ولا بتقل بتزيد ازا الاجابة تكون جيم فقد لا اكما تكبرش لاغص برضو لأ الجيل المتنخي ده بالتاني مش هيزهر خالص اجابة جيم سؤال مباشر تعانى لكرر سؤال رقم تمانية وعشرين رجل بيقول ايا مما يلي يتحرك عكس توجيه قناة فانوب يعني قناة فانوب بتودف حتة وهو بيجيب العكس من اللي بيمشي عكس اتجاهها الحيولات الملوية. لان بويضة محصبة بتروح في نفس اتجاهها. بويضة غير محصبة ما بتتحركش اصلا بتفضل موجودة في التلت الاولاني. طور التوتية بيمشي زيه زي البويضة المحصبة. فبالتالي حيولات الملوية هاي اللي بتشوق طريقها عكس الاتجاه. وتعالى ده ادخل على السؤال. اللي بعد. سؤال تسع وعشرين. اين خلاء تلاقي ممكن تكوين تيلوزات عند تعرض القصائبات للقدر? تيلوزات خلاء برانشيمية. اذا لازم اتعرف عن خلاء برانشيمية عند. تعالى يلا نخدها واحدة واحدة. الف وانا مغمط كولانشيمين. ليه يا استاذ لان الجدران بتاعتها مغلصة بمادة السليلوز. فيها مسافات بينية. برانشيمية. وده اللي ده بدور عليها خلي بال. يعني انا هكتر دلوقتي بالساعة كم? جيم كيوتين. وده بوجود على خلايا البشرة. ده اسكيلرانشيمية عشان ما مغلصة. هنقول عليها بمادتين او التغوز الليلة الاقوى من الليلة شوية. فبالتالي يا استاذ داعي يكون اسكيلرانشيمي. فبالتالي هتكون الاجابة به. وتعالى ندخل ع السؤال ثانتي. ادرس الجدر اللي قابل يوضح نتائج شخص. اللي تلقى نتائج تلت. فحصوات لتلت اشخاص بلغين في نفس العمر. اين اشخاص قد يعاني من نقص هيرنولس سايروكسين. سايروكسينه قليل يعني وزنه كبير خالص. يعني ما بيحقش. يعني يا استاذ ضربات قلبه قليلة. يعني الراجل ده استاذ درجة حرارة جسمه قليلة ما بيستحملش الباري. حلو الكلام؟ طيب. تعالى نختار واحد ضربات قلبه قليلة. والله هتقول لي الاول احسن حاجة. وممكن التاني. ما عاش هتقول لأ بس هتخلي رينش واحدة واحد. الاول والتاني ضرباته قليلة. بس الاول اكتر. وخلي بالك هنعمل لي الاول دلوقتي بس تعالى ما نبص على بالي يا جبايا. نقطة الدم بين ثمانين لعشرة. من ثمانين لمية. وطبعا ترجم الضغط الطبيعي من ثمانين لمية وعشرين ازا انضغطه قليل كمال. واضخين زي ماذا لسه ايهلك يعمل اجابة الاول بس. اصلا استاذ التسعين كيلو ده مش ضخين اوي. خلي بالك. وده هي تقريبا طبيعي. استاذ على طول الاجابة هتكون به. تعالى ندخل على السؤال رقم واحد وتلاتين. ما نخليها لات يمكن استخدام انويتها في تقنية زراعة الانوية. علشان استخدم زراعة انوية واستخدم ازا لازم تكون اتنين نون. ولازم تكون حية جنينية. منوية نون. بيضية نون. كرة دم حمراء ميتة. الاجابة خلية من التوتية لانها اتنين نون خلية جنينية. تعالى ندخل على السؤال رقم اتنين وتلاتين. اتنين وتلاتين الرجل بيقولك ادرس الرسم الذي يوضح قطاع في احد الجينات. ويوضح عبدا يستدفع بال 정확ع석ة أخرى او اكسون عنها. او اكسون عنها не يفكر invest dean. اذا ائس استاذ اي حاجة في لول الأحمر لم يزر عجب اذا边 انا الاستاذ من ناحية الش VR اسمه انترول وده لا يقارب الشفر. اي خطأ فيه احصل? ايا أنا يعيز انه شفرار. حاجة عيدة وما اقدرش عنها هو اختارية الي اجابة وكان نشاهد استاذ ما اخترتش جيملي اقولك اصل الخلل كان في القعدة واحد فاذا انزيمات 20 نوع من انزيمات الرب تقدر يا استاذ تشارك المنطقة دية وتحط قعدة اصدها ولكن هنا استاذ الخلل كان موجود على الشرطين فبالتالي كان في نفس اللحظة فبالتالي ما انا اعرفش نصلحه الا بنسبة 25% طبعا كان نسبة نجاح ولكن نبقى ميني الاصح ان هو يحصل له عيب اللي جابعة تكون الف تعالى ندخل على السؤال رقم 33 السؤال 33 للراجل بيقولك الصورة التي امامك توضح التكامل بين جميع عضلات الجسم عند اداء هذا النعم للنشاط ملع عضلات اكثر احتياجا للطاق ان اقولك شي اجابة غلط فيه ام اراجل غلطة والله السؤال ده اول منزل مدرسين كانوا بسطل كانوا بسكب في خلق بعض ولو مش عارف هعرفك كمان ان فيه كتب انت ذكرت منها السنة دي والسؤال ده اوجه وعتليها الكتب اجابتها مختلف ومع العين ان كل الاجابات تمشي ان الرجل اللي بيذبع ده كل عضلات جسمه شغالة عضلات الجزع والقدمين الجزع اللي هو منطقة الضهر اللي هو الجزء ده كله ورجله بتشتغل عضلات بين الضلوع بتشتغل مستمع ممكن دول ان دي يعني ابعد واحدة خالص خالص مستشغالة والله عضلات الرقبة شغالة والزراعين والكتفين شغالة اختار ايه بص عصورة بقى يعني الناس فيها قلق وجدل انت وانت قاعد في اللجنة وجانك سؤال زي ده بص عصورة ايه العضلات اللي انت شايف فبعينك انت مش شايف رجله صح فبعدت انت مش شايف رقبته استبعدت انت شايف ده ايه تعال اقولك انت شايف ايه انت شايف عضلات ضراعه اهي وشايف عضلات جيد كتفه اهي اذا ان ده اللي باين قدامي الرسمة اختارها دي لقى صح ما انا عارجة اقولك اذا ما عنديش نموذج ايجابة ممكن الرجل في نموذج الاجابة كان يختار قليل كنت اقول له لا اقول له اه صح ان قبتك صح هو عايزة كده وانت عارف ان انا ماشي بكتاب المدرس حتى لو المحلومة فيها خطأ او لو الاجابة فيها خطأ بس ده الاجابة اللي الكتاب عايز وده الاجابة اللي هدخلينا جيبوا الدرجة عشان اوصل لكلتي اقول له صمعا وطاع ولكن يا استاذ بما ان ما فيش نموذج اجابة والاجابات كلها تمشي وفيها جدل وا 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 بص عالرسم ايه اللي ظاهر قدامك عالرسمة طبعا الاجابة هتكون جيم لان ده اللي باين وتعلى اللي تكون على السؤال رقم 34 يوضح تركيز المادة ايه في خنايا نبات ومادة بيه تكونت في مكان قطع فرع النبات منع نقب او بيه قلنا راجل يقول لك الرسم ده في مادة ايه كانت موجودة اصلا وزادت بعض الاصابة او بعض القطع وفي مادة ما كانتش موجودة وتكونت بعض القطع فراجل بيقولك الجيم الا علاقة بين المادة ايه والعلاقة بين المادة بيه ايه تكونت كاستجابة بيه غلط ده بالعكس ده ايه موجودة عيDD يعني بيه ده اللي تكونت كاستجابة ايه فدي تمشي تعالي نشوف G ايه وبيه مناعة بيو كيميائية غلط لان دي مناعة تركيبية كانت بوجوبة اصلا عبارة عن مناعة تركيبية مكتسبة دي مش تركيبية عشان تكونت بعض الاصابة اجابidadل ذلم مهاية بتاعنا ندخل على السؤال 35 إذا علمت أنه يمكن الحصول على حبات أرز زعبية اللون بناقل جين ألفا كاروتين من نبات الجزر عن طريق الخطوات التالية إيه ضعيفنا الجين باستخدام البيسي آر باستخدامنا زراعة الانسجة وحصننا على لباتات زراعة الجين في خلايا بعض الورق استخدامنا إنزيمات القصر البكتيرية تعرف تقولي الترتيب الصحيح طيب أستاذ على شعب أقدر أجيب الترتيب الصحيح بسم الله الرحمن الرحيم أنا هبدأ بدي تقولي آه صح ليه لأن دي أستاذ انزيمات قصر إذا نبيه دي غن طيب يبقى دية رقم واحد عشان أخد انزيمات القصر وأخد الجين الجين أسرعه بعض خلايا النبات باستخدام زراعة الانسجة يمكن الحصول على لباتات كثيرة مهندلة حتم مضعفة الجين باستخدام جهاز البيسي آر فكر معايا كده أخطر إيه أصحي إجابة بما إن أنا جبت الجين أضعفه إذا الإجابة تبقى رقم اتنين ده إيه أهي إذا الإجابة عاليه وبعد كده سي أزرعه وبعد كده اللي هي رقم ثلاثة يعني وبعد كده رقم اربعة يطلع بكميات كبير أستاذ انت ما خدتش دي ليه؟ لماذا بدأتش من بي؟ يعني لماذا قلتش بعد دي بي؟ لو خدت بعد دي بي دي آخر خطوة خالص آه دي رحصل على نبات من زراعة الانسجة دي آخر حاجة هو الجين الواحد اللي أنا أخدته بإنزيمات القصر هل أنا أخدت منه لسخ كتير؟ هل أنا قطرته؟ هل أنا ضعيفته؟ لا طبعا أنا أجيب لك فيها عاما أنه فيه مضعفة والبسار انت حارف أنه بياخد بلوسكة واحدة وبيعمل بينها عن طريق إنزيم التاك بلوميريز فبالتالي أنت هاني خطوة أخدها بعد ما حصل على الجين وتعني أدخل على السؤال ستة وتلاتين الشكل بيان المقابل ووضح التغير في عدد الكروموسلوات في كانين مختلفين نتيجة العدوز تقاصر إيه التشبه من ألف وباك والله يا أستاذ ألف المادة الأورساء بتاعته اللي زادت ولا قلت فانا أقول عليه تقاصر الجنس بيعمل انتصام ميتوزي وشانها وفي نمرة اثنان كانت نون أو كانت قليلة فانا أعتبر ايها من عشر وانون ولأ بسيافة مرة تبقى نون يعني وزادت ورجعت فدا تقاصر جنس أنا باش نختار إجابات يوم بسم الله الرحمن الرحيم من الاثنين يتقاصروا جنس الاثنين يتقاصروا جنس تلام؟ الأفراد الأبوية وحديث مجموعة الصبغية الأفراد الأبوية صلعية دا الغواز تقول لي لسه بقيت دال أقول لك وزاي دا تنين نون على كلام وبقى في دال وبقت اربعة نون ورجعت اتنين نون والله ما في تقاصر في حياتك انت سمعتك إن كان فيه كان حييه اتنين نون يدين اربعة نون ويرجع اتنين نون إنما فيه كان حيي نون يدين اتنين نون يرجع نون زي الاسبيرو جيرا اوه وعمل تقاصر لجنسي سيء الجرسين اللي موجودة في عفن الخبز وتعالى ندخل على السؤال رقم سبعة وتلاتين سبعة وتلاتين الراجل من ديني جدول وبيقول لي يدرس الجدول التالي الذي يوضح الآليات المناعية التلاتة للمواد سين وصاد وعين والتي تحدث في خلايا نباتين مش تعرف على كل من سين وصاد وعين ثم حدد وجه لانختلافك بين الماداتين سين وعين يقدر الراجل بيقول لك إن دي تلات آليات موجودة في النباتاء المادة سين بطقي فقط صاد بتحفز عين بطبة المفعول سمو طبعاً عين وأنا مغمّد يا أستاذ لأيت إنزيمات نزع سلمية طيب ماشي طيب والسين الوقاية ليست في نولات وأجلوكوزيدات ومالدي إيز سانسبرين وكنفنين وصاد تحفيز يا أستاذ تبقى مسبع ميلاد عايزين سين وعيد سين مواد كيميائية سم تقل بعد القصادة أحفاد أمينية غير بروتينية تتكون بعد الإصابة لا تتكون قبل الإصابة أستاذ الإجابة جي تقول لي عم إذا وجدت صح أقول لك قال إجابة جي ليه أستاذ أنت قلت لي كلافنين والسفلسبرين وهي أحفاد أمينية غير بروتينية وعين ديات يا أستاذ إنزيمات نزع سمية إنزيمات لتحفاد أمينية بروتينية طب أستاذ أنت كنت رحت وقفت عن الدال وكنت أتروح أنا ما أخدتش بالي من السين كتتكون بعد الإصابة بالعكس ده سين موجودة قبل الإصابة ولو مش عارف أعرفها ولو مش أكد أكد عليك كلوكوزيدات في نولات كنفنين سفلسبرين موجودين قبل الإصابة في نولات وقبل عجزيتات قاتلة تقتل على طول ما بتتفاهمش كنفنين سفلسبرين طاق النبات تعمل وقاية بس بمعنى إنها ما بتقتلش الفيروس وتعالى لدخل على السؤال اللي بعده السؤال 38 ما شكل قرون بسلة ناتجة من معاملة الأزهان حبوب اللقاح في محلول الإسير أستاذ المحلول بتاع الإسير ومسحق حبوب اللقاح يعمل إيه؟ يعمل إسنار عزري إسنار عزري يعني ما فيش بيزور سؤال 39 الرسل المقابل يوضح جزء من الطرف العين تمام؟ طب دي إيده الشمال ولا اليمين هعف معه كده هتلاقي إيده الشمال بالزبط بص كده إيدي مع إيده هي هيها بالزبط إذن يا أستاذ دايكو عبارة وده هي زند إذن راني مشاور على الزند والكسر حصل في الزند فربي يقول لك ما النتيجة المترتبة على حدوث هذا الكسر توقف انتقال السيال العصب اللي عدنة غلط السيال العصب يروح عادي وكله تمام تمزق الوطر غلط تمزق الرباط عدم القدرة على تحريك السياعة شكرون اللي جابت دان البعدة كله هري رجل عمال ينتش عليك ساركه مربعين عند تناول شخص أطعبة مناوسة بكتيريا السلمونيلنا من وسائل الدفعية التي تستجيب على الترتيب أستاذ أكل مناوس يعني بوق اللي يشتغل أول حاجة لعابي مدام لعابي يشتغل يبقى إجابتي يا بيه يا جي طيب لعابي وبقع بير وأن لعابي وإفرازات الماء ده طبعا الرجل قال لك من الأول هل تستجيب على الترتيب إذن إجابتي هتكون جي تعالى ده دخل على السيال الرقم واحد واربعين إيه وجه الشبه بين بزور الفول وحبوب الدرة بزور الفول زات فلقطين حبوب الدرة زات فلقط طيب تعالى بقى ما ناخده ريدي مع بعض تحته على الوقير يمر من خلاله الماء عند الإنبات صح وهم الاتنين موجودين في التربة الزراعية وهم الاتنين يا أستاذ عايزين يتغذى فدي تمشي يتغذى الجنين على الهندسبرغ الكلام ده في بزور الفول بس إذا ده مش شبه يتغذى الجنين على الغذاء المداخر في الفلقات عند الإنبات برضو ده في بزور الفول بس ما عندش عن الغلاف اللي محيط بهم الغلاف اللي هو يصبع القصرة وغلافة البيضة والبيضة كشي الكلام ده عام أستاذ إجابتي عنه وهم اللي تده عندهم نقير وهم اللي تده بيدغل السؤال الرقم اثنين واربعين أمامك قاعد المفاصل في الإنسان في إذا تم استبدال الأربطة في عزل مفصل بأوطار إيه الوظيفة التي لنت تتحرك أستاذ أنا ونمغمد فاكر وأعيل لك بدل المرة عشرة إن الأربطة بتحدد اتجاه الحركة أستاذ اتجاه الحركة JUZOBOLE horrible الرجل يقول لك إيه الخلايا ان يكون نبات دعام التركيبية ولا هازور غير مباشر في حفظ الدعام الفيسيولوجيا يعني حاجة بتديني تركية وبتساعد عل الفيسيولوجيا أستاذ، حاجة فيها جنين حاجة فيها جنين خلايا البشر ايه ده لجنين؟ ازال؟ هعيد السؤال من تاني في السؤال رقم تلاتة واربعية الراجل بيقولك مدخلها التي تكسب النبات الدعام التركيبية؟ ولا هدر غير مباشر في الفيسيولوجية كيوتين؟ انا مغمّة مفعاش كلام، عصلي تركيبية وبتحفز على الفيسيولوجية عن التمنع مرور المي كيوتين؟ موجود على البشرة؟ اجابة يعني سؤال رقم اربعة واربعية ايا من ما يعني لا يعتبر سبب في زيادة افراز هيرمون الكلسوتونين لا يعتبر سبب تعال اقولك ايه هو الكلسوتونين؟ ايه الكلسوتونين؟ كان هيرمون موجود عندنا في الدم علشان يمنح سحب الكلسم من العزام ولو في كلسم زيادة في الدم يرجعه للعضم طيب هل لو الكلسم يلاقي في العضم ده سبب؟ يعتبر او نعتبر سبب يزود يروي الكلسوتونين؟ اه خلي بالك انا عايز لا يعتبر يعني رفز لو العضم الكلسم تقولاني الكلسوتونين بيتفرس فده سبب معدل امتصاص الكلسم من العمعاء الكلسوتونين بيزيد عشان يدحانه للعضم يبقى ايه اذا ده سبب؟ نقص الامتصاص لا طبعا ده مش سبب ده سبب ليفراز هيرمون الباراسيرمون وليس للكلسوتونين زيادة مؤقتة في مشاهدة الغندة الضرقية طبعا ده هيكون سمب عشان هيزود الكلسوتونين لقصاده تعال لدخل على السؤال الرقام 45 45 الرجل بيقول ادرس الرسم المقابل اللي لازي يقوم لحب انشتار السلائي في الاميبة وانقصام خلايا الكبد ايه العملية اللي تقوم بها الخلايا تشبه الاصل لانتال خلايا تشبه الاصل تماما في جميع المعلومات يعني يا استاذ راينا بيقول لك انت عندك هنا 2 نول هنا 2 نول هنا 2 نول هنا برضو 2 نول هنا 2 نول في كل خلايا ايه اللي بيحصل على تاني الديني خلايا لسقة طبق الاصل تضعف الديني قبل الانقصام طبعا علشان الديني دولت ضعف دولت ونفس المندى الوراسي نشاط انزيمات الربط لا بلعج دعو خادص على اصلاح العيوب نسخي المسنجر ده لو انا هعمل بروتين نسخي الاريني ده لو هعمل بروتين تعال ندخل على السؤال 46 اي الطرق المنعية الاعتية غير مؤسرة في ميكروب يصيب اوراق نبات من خلال الصغور غير مؤسرة استاذ دخل عن طريق الصغور الاجابة تيلوزات لان هو خلاص دخل للخلايا ما عنده منذكور وراح للخلايا هل عنده على الاوعية؟ لا والتيلوزات كان انبتائف للأوعية تعال نشوف مين التالي ممكن يكون مش مؤسر يمكن احنا حلين غلط مواد سامة في النولات مؤسرة قاتل الخلايا الحدثة المفرطة مؤسرة احاطة الميكروب ومنع نموه مؤسرة اجابتي هكو ومهلف السؤال 47 عند حساب النسبة الماوية الكلام من الفسفور والكابريت في عينا من المادة الونصية لاربع كائنات مختلفة ظهرت النسب كما هي بالجدول ما الرقم الذي يعبر عن البكتيريا الفسفور لما كان موجود دخل بنسبة 100% تعريض والكابريت دخل بنسبة 3% ده اللي يعبر عن مين يا عم؟ ده اللي يعبر عن البكتيريا صح؟ اعلم بتشوف اجابة تمشي في الفسفور 50-50-73-27-27 اصح اجابة واحسن اجابة اجابة جين هنقول ان الكابريت هو عايز بالنسبة لايه؟ تعينا من المادة الورصية يعني يوصف بها دي ان ايه؟ ما عايش اني دخلت كمان؟ طبعا خلاص ببقى ان هو بيتكلم عن المادة الورصية يعني دي ان ايه بس؟ دي ان ايه طبعا مفهوش كابريت؟ فبالتالي تبقى الإجابة صفة؟ انما لو نفس التجربة اللي عندنا كنا هنقول له 3% دخل فبالتالي الإجابة هتكون جين وتعالى ده دخل على السؤال 48 السؤال 48 الراجل بيقولك سي جي يو ده المقابل بتاع اللي موجود عن المسنجر تعالى نشوف ده بقى عبارة عن ايه؟ سي جي يو اهو اسمه ايه؟ اسمه الاجابة هتكون قلب السؤال اللي بعده السؤال رقم 49 الشكل التالي يوضح جزءا مع جزء من الدين ايه بعد بعمل ده في انزيمات القصر مع عدد مواقع التعرف الموجودة بهذا الجزء طبعا يا استاذ زي ما انت عارف انزيم القطع قطع كده صحي الكلام؟ صحي الكلام لو راجل سألك على كم قطعة هتقول له استاذ ثلت قطع اهم طب مواقع التعرف ادي موقع ودي موقع ان اجابة على طول تكون اتنين اخر سؤال خالص في الامتحان الدول الاول انا بيقولك ادرس الرسم البيان المقابل لازي اعبر عن اربع افراد تصابقه في صعود سل المبنى مكون من خمس ادوان لعندة مرات وتركيز في مدلاكتك اي الافراد لم يقوم بتدريبات رياضية لازمة قبل استمرار او قبل الاستمرار قبل المسابقة يعني طبعا بيقولك مين بسخنش مدام محدش سخن اذا هيحصل له شند عضل وهيحصل له وجهات بالتاني اللاكتك يكون زيادة ازياد واحدة فيها اللاكتك الشخص يجين اللي هي موجودة عندي في الاجابة الف وعليه الاجابة هبكون الف وكده بخلصتلك الفيديو التالت مش التاني الفيديو التالت بتاع دور الاول كده لو اصق دور تاني 2021 دور اول وتاني 2022 ولو اصق فيديو المتحان التجريب بتاعي السراء دي شوفك على خير الفيديو الجاي سلام يا بطر